حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيسين عن المستورد أخي بني فهر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل ما يجعل أحدكم أصبعه هذه في اليم فلينظر بما يرجع وأشار بالسبابة حدثنا ابن نمير حدثنا إسماعيل ويزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل عن قيسين قال سمعت المستورد أخي بني فهر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه هذه في اليم فلينظر بما ترجع يعني التي تلي الإبهام حان موسى بن داود قال أخبرنا ابن لهيعة عن يزيد بن عمر عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن المستورد بن شداد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ خلال أصابع رجليه بخنصره حثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال قال سليمان حدثنا وقاص بن ربيعة أن المستورد حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل برجل مسلمين أكلة وقال مرة أكلة فإن لها عز وجل يطعمه مثلها من جهنم ومن اكتس برجل مسلمين ثوبا فإن لها عز وجل يكسوه مثله من جهنم ومن قام برجل مسلمين مقام سمعة فإن لها عز وجل يقوم به مقام سمعة يوم القيامة حدثنا جعفر بن عوين قال حدثنا إسماعيل عن قيس قال سمعت المستورد أخى بني فهر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما ترجع إليه حنا عفان حدثنا حماد بن زيد حدثنا مجالد بن سعيد عن قيس بن أبي حازمين عن المستورد بن شدد قال كنت في ركب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ مر بسخلة ميتة منبوذة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أترون هذه هانت على أهلها فقالوا يا رسول الله من هوانها القولها قال فوالذي نفس محمد بيده للدنيا أهون على الله عز وجل من هذه على أهلها حثنا يحيى بن سعيد عن اسماعيل قال حدثني قيس قال سمعت المستورد أخبني فهر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما ترجع إليه حثنا موسى بن داود حدثنا أبن لهيعة عن أبن هبيرة والحارث بن يزيد عن عبد الرحمن بن جبير قال سمعت المستورد بن شداد يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ولي لنا عملا وليس له منزل فليتخذ منزلا أوي ليست له زوجة فليتزوج أوي ليس له خادم فليتخذ خادما أوي ليست له دابة فليتخذ دابة ومن أصاب شيئا سوى ذلك فهو غاء حثنا حسن بن موسى وابن داود قال حدثنا أبن لهيعة قال حدثنا يزيد بن عمر ويحيى بن إسحاق قال أخبرنا أبن لهيعة عن يزيد بن عمر والمعافري عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن المستورد بن شداد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يخلل أصابع رجليه بخنصره حسن بن موسى قال حدثنا أبن لهيعة قال حدثنا الحارث بن يزيد الحضرامي عن عبد الرحمن بن جبير إن أنه كان في مجلس فيه المستورد بن شداد وعمر بن غيلنا بن سلمة فسامع المستورد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ولي لنا عملا فلم يكن له زوجة فليتزوج أو خادما فليتخذ خادما أو مسكنا فليتخذ مسكنا أو دابة فليتخذ دابة فمن أصاب شيئا سوى ذلك فهو غاء أو سارق حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا أبن لهيعة عن الحارث بن يزيد وعبد الله بن هبيرة عن عبد الرحمن بن جبير فذكر الحديث حدثنا حسن حدثنا أبن لهيعة قال حدثنا عبد الله بن هبيرة عن عبد الرحمن بن جبير قال كنت في مجلس فيه المستورد بن شداد وعمر بن غيلان فسمعت المستورد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ولي لنا عملا فذكر مثل حديث الحريث حدثنا يونس بن محمد حدثنا حماد بن زيد حدثنا مجالد عن قيس بن أبي حازمين عن المستورد بن شداد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما الدنيا في الآخرة إلا كرجل إن وضع إصبعه في اليم ثم رجعها قال وإني لفي الركب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر على سخلة منبوذة على كناس فقال أترون هذه هانت على أهلها فقالوا من هوانها القولها هاهنا قال والذي نفسي بيده للدنيا على الله عز وجل أهونوا من هذه على أهلها حنى خلف بن الوليد حدثنا عباد بن عباد يعني المهلبية حدثنا المجالد بن سعيد عن قيس بن أبي حازمين عن المستورد بن شداد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله ما الدنيا في الآخرة إلا كرجل إن وضع إصبعه في اليم ثم رجعت إليه فما أخذ منه قال وقال المستورد أشهد أني كنت مع الركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مر بمنزل قومين قد ارتحلوا عنه فإذا سخلة مطروحة فقال أترون هذه هانت على أهلها حين القولها قالوا من هوانها عليهم القولها قال فوالله للدنيا أهون على الله عز وجل من هذه على أهلها حنى علي بن عياش حدثنا ليث بن سعد حدثنا موسى بن علي عن أبيه عن المستورد الفهري أنه قال لعمر بن العاصي تقوم الساعة والرم أكثر الناس فقال له عمر بن العاصي أبصر ما تقول قال أقول لا كما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر بن العاصي إن تكن قلت ذاك إن فيهم لا خصالا أربعا إنهم لا أسرع الناس كرة بعد فرة وإنهم لا خير الناس لمسكي وفقير وضعيف وإنهم لا أحلم الناس عند فتنة والرابعة حسنة جميلة وإنهم لا أمنع الناس من ظلم الملوك حدثنا حسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا الحارث بن يزيد عن عبد الرحمن بن جبير أن المستورد قال بين أنا عند عمر بن العاصي فقلت له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس عليكم الروم وإنما هلكتهم مع الساعة فقال له عمر ألم أسجرك عن مثل هذا